بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله أوقاتكم أعزائي الله اليوم رح نبلش رح نكمل عملية مراجعة للفصل الأول أولا رح نبلش بعنواع القسمة القسمة هي تجزئ الشيء إلى أجزاء صغيرة أو توزيعه على مجموعة من الأشياء أي تقسيم تجزئ الشيء إلى أجزاء صغيرة أصغر منه أو توزيعها على مجموعة من الأشياء ناخد معلومة مهمة كثير عملية الضرب هي عملية تبدلية لكن في درسنا اليوم القسمة لازم نعرف أنها عملية غير تبدلية كيف تبدلية؟ نعمل أن أخذ مثال في عملية الضرب لدينا 4 ضرب 5 يعطينا 20 وإذا بدلنا 4 بال5 صارت 5 في 4 تساوي أيضا 20 يعني 4 في 5 تساوي 20 و5 في 4 تساوي 20 إذن الضرب عملية تبدلية لكن تعالنا نورا عملية القسمة 20 تقسيم 5 يساوي 4 20 تقسيم 5 تساوي 4 لكن إذا عكسنا 20 وال5 5 تقسيم 20 فهي لا تساوي 4 5 تقسيم 20 مش نفسها 20 تقسيم 5 وأعزائي الطلاب لازم نعرف قبل ما نجري عملية القسمة موضوع قابلية القسمة أي متى يقبل العدد القسمة في درسنا اليوم لازم نتعلم ونحفظ قابلية القسمة على الأعداد 2 و3 و5 و10 متى يقبل القسمة العدد على 2؟ يقبل العدد القسمة على 2 إذا كان أحده زوجي يعني قابلية القسمة على 2 رح تكون إذا كان أحد العدد زوجي مثال 364 848 حدد العدد الأحد في هذين العددين مثلا 346 أحدها كامل يساوي 6 848 أحدها 8 الـ 6 والـ 8 هي أعداد زوجية إذن هذا الرقم وهذا الرقم هما يقبلان القسمة على عدد 2 أيضا قابلية القسمة على عدد 3 ركزوا لي على هذه العدد ركزوا لي على هذه المعلومة ليش؟ يقبل العدد القسمة على 3 إذا كان مجموع أرقام منازله من مضاعفات العدد 3 كيف يعني؟ نأخذ المثال 543 كم منزلة لدينا؟ هون منزلة المئات الخمسة منزلة العشرات الأربعة ومنزلة الأحد وهي الثلاث لو جمعنا جميع المنازل عملية جمع ثلاث زائد أربعة زائد خمسة جمعناهم جمع الناتج لازم يكون من المضاعفات الثلاث إذن 5 و 4 و 3 حاصل جمعهم يساوي 12 لـ 12 من المضاعفات الثلاث طبعا من المضاعفات الثلاث إذن هذا الرقم 543 يقبل القسمة على ثلاث يقبل القسمة على ثلاث مثال ثاني 375 لدينا منزلة ثنتين ثلاث منازل نجمعهم ثلاث زائد سبعة زائد خمسة يعطينا الناتج 15 هاي الخمسة عشر هل هي من المضاعفات الثلاث؟ نعم العدد الخمسة عشر من المضاعفات الثلاث إذن العدد 375 يقبل القسمة على ثلاث أيضا قابلية القسمة على خمسة متى يقبل الرقم القسمة على خمسة؟ إذا كان أحده صفر أو خمسة يعني إذا كان لمنزلة الأحد إما صفر كما في المثال هذا أو خمسة كما في المثال هذا فهذين العددين يقبلان القسمة على خمسة وآخر إشي قابلية القسمة على عشرة متى يقبل الرقم القسمي على عشرة إذا كان فقط أحده صفر أي رقم أحده صفر إذن هذا الرقم يقبل القسمي على عشرة في هذا المثال هنا نزلت الأحد أول رقم على إيدك اليمين هنا صفر وهنا الرقم كمان برضه أحده صفر فهذان الرقمان يقبل القسمي على عشرة ضروري كتير تحفظوا هاي القوانين قابلية القسمة لحتى تعرفوا تجروا عملية القسمة لأفقان وهلأ رح نتعرف على خطوات إجراء عملية القسمة لأن يمكن إيجاد ناتج القسمة ناتج قسمة عدد على عدد آخر كيف باستخدام خوارزمية القسمة باستخدام خوارزمية القسمة وهي عملية تتضمن طرحا متكررا لمضاعفات المقسوم عليه مضاعفات المقسوم عليه كيف خطوات الخوارزمية أول إشي أقسم ثانيا أضرب ثالثا أطرح وآخر إشي أنزل لازم تحفظوهم بالترتيب الصحيح وبدون لخبطة أولا أقسم بعدها أضرب أطرح بعد آخر إشي أنزل أنزل منزل جديد أو رقم جديد ثم أكرر هذه الخطوات إلى أن ينتهي العدد المقسوم العدد المقسوم إذن نكرر من ضمن عيد أقسم أضرب أطرح أنزل حتى ينتهي العدد المقسوم في عملية الخوارزمية في طريقة للتحقق من صحة الحل هل الحل نصح أو لا نأخذ القانون نضرب ناتج القسمة ضرب المقسوم عليه ونجمع لهم الباقي لازم يطلع عنا الجواب يساوي المقسوم إذن ناتج القسمة يضرب المقسوم عليه زائد الباقي يساوي المقسوم وهلأ عزائي الطلاق لازم يتعرف على عناصر القسمة نلعينها على عملية قسمة رح نجريها مع بعض عناصر القسمة هي المقسوم والمقسوم عليه وناتج القسمة والباقي إذن المقسوم والمقسوم عليه وناتج القسمة والباقي هاي العناصر رح نعينها هلأ على العملية القسمية راح نجريها مع بعض ونتعرف على الخطوات اول اشي لازم نراجع اول اشي قسمة نقسم نضرب اقسم اضرب اطرح انزل ونكرر هذه العملية مرات اخرى حتى ينتهي عنا المقسم اذا نقسم 7 تقسيم 2 ما هو تقم الذي نضربه في 3 يعطينا الناتج نضربه في 2 يعطينا الناتج يساوي 7 او اقل من السبعة في عنا 3 3 ضرب 2 يعطينا 6 وهي اقل من السبعة نكمل بعد ما اضرب لازم اطرح نطرح 7 ناقل 6 ويساوي 1 بعد عملية الطرح في عنا انزال وانزل منزل جديدة اللي بعد السبعة اللي هي هنا اربعة هلأ نبالش نكرر العمليات اقسم نقسم الاربعطاعش على اثنين اربعطاعش تقسيم اثنين فيها بسبعة لانو سبعة ضرب اثنين يعطينا اربعطاعش بعدين اطرح نطرح اربعطاعش ناقص اربعطاعش ويعطينا سفر نضلعنا منزل اخير وهي ثمانية اقوم بانزالها بعدين نكرر العمليات مرة اخرى نقسم ثمانية تقسيم اثنين كم يساوي اربعة نضحها فوق بالاعلى بعدين نضرب اربع ضرب اثنين كم يساوي ثمانية بعد ما اضرب نطرح نطرح ثمانية ناقص ثمانية ويساوي سفر خلونا نشوف خلصنا ولا لا ما ضلش ولا اي منزلة اذا انهينا عملية القسمة قلنا نعين عناصر القسمة عليها مثلا المقسوم هياته المقسوم عليه الثنين والناتج ثلاثمية واربع وسبعين اما الباقي يساوي صفر اما الباقي يساوي صفر والان عزائي الطلاب لازم نجري عملية التحقق من صحة الحل حتى متحقق من صحة الحل نكتب القانون وهو الناتج ضرب المقسوم عليه زائد الباقي ويساوي المقسوم الناتج لدينا هون ثلاثمية واربع وسبعين ضرب المقسوم عليها هي هو التنين زائد الباقي صفر نضرب ثلاثمية واربع وسبعين ضرب الثنين ونجمع لها الباقي صفر كم يساوي الناتج بعطينا سبعمية gatherings ويساوي مقسوم إذن حلنا صحيح ويعطيك العافية لك بنكون أجرينا عملية القسم الطويلة بالطريقة الصحيحة والسهلة وتحققنا من صحة الحل والآن أعزائي الطلاب سوف نبدأ بدرس أولويات العمليات الحسابية إذن إذا وجد في سؤال لدينا أكثر من عمليات حسابية مثلا جمع وطارح وضرب في أي عملية سوف أبدأ لإيجاد ناتج مسألة تتضمن أكثر من عمليات حسابية لازم نتبع الخطوات التالية أولا نجد ما داخل الأقواص أي العمليات الحسابية التي تتقع داخل القوس بغض النظر عن ما هي ضرب ولا جمع ولا طرح لازم نطلع ناتج العملية التي تتقع داخل القوس ثانيا الضرب والقسمة يعني الضرب أو القسمة لهمها نفس الأولوية وإذا وجد الضرب والقسمة في نفس السؤال نبدأ من اليسار إلى اليمين ثالثا الجمع أو الطرح الجمع والطرح لهما نفس الأولوية وإذا وجدها معا في نفس السؤال نبدأ من اليسار إلى اليمين نأخذ مثال هذه المسألة فيها أكثر من عمليات حسابية عندنا ضرب جمع ضرب قسمة طرح وجمع والإيجاد ناتج هذه العملية نقوم بالفطوات نتتبع الفطوات السابقة الثلاثة السابقة التي حكناهم أولا نبدأ بما داخل الأقواص بغض النظر عن عملية حسابية الموجودة داخله ونقوم بحلها ثم نقوم بإعادة كتابة المسألة من أول وجديد وننزل باقي الأشياء على المسألة الجديدة إذا أول قوس عندنا ضرب سؤال ضرب 2 ضرب 3 ناتج يساوي 6 والقوس الثاني ناتج العملية التي تقع داخله وهي 6 تقسيم 3 بيعطينا 2 ونكتب السؤال من أول وجديد ناتج القوس الأول يساوي 6 زائد 2 نزلناها ضرب ناتج القوس الثاني وهو 2 ناقص 1 زائد 5 نزلت كما هي أي عدد أو أي عملية ما أجريناها لازم تنزل المهين بعدين بعد خطوة ما داخل أقواص الضرب أو القسمة إذن لدينا صارت عمليات جمع ضرب ضرح جمع الأولوية رح تكون لعملية الضرب رح نضرب 2 ضرب 2 وتساوي 4 وأي إشي غير هيك رح ينزل زي ما هو الستة تنزل ناقص 1 وزائد 5 بينزلوا صارت عمليات الحسابية الموجودة في السؤال جمع طرح وجمع حكينا في الخطوة الأخيرة اللي هي الثالثة الجمع أو الطرح لهما نفس الأولوية ولكن إذا وجدوا في نفس السؤال نبدأ من اليسار إذن نبدأ من اليسار إلى اليمين من عند الستة لعند الخمسة ستة زائد أربعة ساوي عشرة ناقص واحد تسعة زائد خمسة أربعة عشر إذن الناتج الجمع والطرح رح يكون أربعة عشر ويعطيكوا العام أما الآن أعزائي الطلاب لازم نراجع عن إشي اسم الوحدات القياس في عنا الطول وعنا وحدات قياس الطول وعنا وحدات قياس الكتلة وعنا وحدات قياس السعة وحدات قياس الطول هي الكيلومتر أكبر وحدة بعدها تنجي المتر بعدها ديسيمتر بعدها السانتيمتر والمليمتر إذن من الكبير للصغير كيلومتر متر ديسيمتر سانتيمتر مليمتر وهون في الشكل المجاور إليه يوضح العلاقة أو كيفية التحويل بين هذه الوهدات لدينا درجة مكونة من 1, 2, 3, 4, 5 درجات أعلى درجة أو أعلى قيمة هي للكيلومتر وهي درجة الألف للكيلومتر بعدها مننزل لدرجة المتر وتساوي عشرة والديسيمتر درجتها عشرة بعدها أقل منها السنتيمتر وآخر إشي بعطينا المليمتر ألا إذا سألنا كيف نحول إذا سألنا حول من كيلومتر إلى متر مثلا ننزل ننزول على الدرجة وإذا نزل ننزول يحكينا لازم نضرب يعني منضرب من الكيلومتر إلى المتر بألف لأنه من الكيلومتر إلى المتر فيها ألف درجة طيب إذا سألنا من المتر إلى السنتيمتر ننزل كم درجة؟ درجة ثنتين كل درجة هم قيمتها عشرة إذا منضرب في عشرة في عشرة يعني منضرب في مية طب إذا حكارنا حول من مثلا المليمتر إلى السنتيمتر نطلع طلوق إذا نقسم نجي عملية القسمة نقسم على مقدار درجة واحدة اللي هي العشرة طب إذا منقسم على عشرة أيضاً عندنا وحدات قياس الكتلة وهي الطن كيلو جرام والجرام أكبر واحدة اللي هي الطن واللي أقل منها الكيلو جرام واللي أقل الجرام وكلفة التحويل بينها يبينوا هذا الدرج عندنا أكبر درجة هي الطن ننزل على درجة الكيلو جرام وأصغر درجة هي الجرام وإذا بنحول من الكبير إلى الصغير يعني بننزل نزول على الدرج نضرب في ألف كل درجة فيها ألف يعني من الطن إلى الكيلو جرام نضرب في ألف ومن كيلو جرام إلى الجرام نضرب في ألف وإذا بدنا نطلع طلوع على الدرج يعني بدنا نحاول من ميلي جرام إلى الكيلو جرام بنقسم على ألف وإذا بنحاول من كيلو جرام إلى طون بنقسم برضه على ألف لابدنا تحفظوا هاي الترتيب حتى تحولوا بين الوحدات وحدات قياس السعة هي اللتر والملي لتر الكبير هي اللتر والأصغر منها الملي لتر وهذا درجة تكون من درجة واحدة إذا نحاول من لتر إلى ملي لتر بنضرب في ألف وإذا بدنا نطلع نحاول من ملي لتر إلى لتر بنقسم على ألف ضرور كثير تكون حفظينهم حتى في أسئلة التحويل ما تتغلبوا خصوص هذه الدرجات لازم تكون حفظينهم زي إسمكم وأخيرا وغيسة آخرا سوف نراجع درس المحيط والمساحة في هذا الدرس سوف نأخذ المربع والمستطيل نأخذ محيط المربع ومساحته ونأخذ محيط المستطيل ومساحته أولا محيط المربع وهو يساوي مجموعة طوال أطلع يعني مجموعة طوال المربع كامله يساوي محيط المربع بقانون آخر يساوي 4 ضرب طول الضلع لماذا حكيا؟ ليش حكينا 4 ضرب طول الضلع؟ لأنه عند المربع جميع أطلعه متساوية في الطول يعني اذا كان عنا مثلا اعطانا هاي قياس وخمسة رح يكونوا كلهم يساوي خمسة وهات خمسة وهات خمسة وهات خمسة فبدل ما نجمع خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة نقدر نحكي اربعة ضرب خمسة اي اربعة ضرب طول الضلع اما القانون مساحة المربع يساوي الطول ضرب العرض طول ضرب العرض ضرور كتير تحفظوا هاي القوانين كتير مهمة ثانيا المحيط المستطيل برضو يساوي مجموع طوال اضلاعه هذا الضلع زائد هذا الضلع زائد هذا الضلع زائد هذا الضلع لكن بقانون اخر للمحيط يساوي 2 ضرب الطول زائد العرض 2 ضرب الطول زائد العرض ليش؟ لانه احنا عنا في المستطيل هذا الضلع والضلع اللي قابله متساويات في الطول وهذا الضلع مقابل له متساويات في الطول أي فيه في المستطيل كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول نقدر نحكي عن محيط المستطيل 2 ضرب الطول زائد العرض أما مساحة المستطيل نفس الإشياء طول ضرب العرض خلونا نأخذ مثال مثلا جد مساحة ومحيط كل من الأشكال التالية يعطينا مربع طول ضلعه 5 سنتيمتر برضو هذا لازم يكون 5 سنتيمتر لأنه مربع وهذا أيضا 5 سنتيمتر وهذا 5 سنتيمتر أولا لازم نجد المساحة قانون مساحة المربع يعطينا طول ضرب العرض في كل سؤال لازم بالبداية تكتبه قانون المسألة القانون لازم بالبداية تكتبه القانون حتى تعرفه على إيش أو كيف تحله طيب مساحة المربع يساوي طول ضرب العرض كم الطول عندنا؟ 5 سانتي والعرض برضو 5 سانتي إذن المساحة تساوي 5 ضرب 5 وتساوي 25 سنتيمتر مربع لازم تحط سنتيمتر مربع لأنها وحدة قياس المساحة أما قانون محيط المربع وهو إما مجموعة طوال أضلاع المربع جميعها أو 4 ضرب طول الضلع خلينا نحل على مجموعة طوال أضلاعه يعني 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 الأربع أضلاع كلها قياسة 5 فحاصل جمحهم يساوي 20 سنتيمتر أما لن المستطيل مساحة المستطيل يساوي الطول ضرب العرض ويساوي 5 اللي هو الطول ضرب العرض 9 إذن الطول 5 ضرب 9 يعطينا 45 سنتيمتر تربيع لاحظوا القانون المساحة للتربيع لازم يكون فيه تربيع أما محيط محيط المستطيل وهو مجموعة طوال أضلاعه طوال أضلاع المستطيل كل ضلعين متقابلين متساويين في القياس هذا 5 واللي مقابل إله 5 وهذا 9 واللي مقابل إله 9 فراح يكون محيط المستطيل يساوي 9 زائد 5 زائد 9 زائد 5 ويساوي 28 سنتيمتر فقط بدون تربيعون لأنها قانون المحيط وحدته سنتيمتر وهون كمان أيضا محيط المربع بالسنتيمتر ويعطيكو ألف عارفة اشتركوا في القناة